يا مساء الخير يا مساء العافية شونكم حبيباتي شخباركم ان شاء الله كلكم مرتاحين اول ما نبلش بالفيديو نصلي على محمد اللهم اصلي على محمد وقالي محمد طبعا ما عرف اشلون اشكركم والله يعني حتى خجلانة منعدكم صراحة على وقفتكم ويايب هاي القناة بس قلت لكم تعالوا اشتركوا كلكم جيتوا اشتركتوا طبعا والله العظيم اشقده السماء يعني اقول لكم على مشاعري يعني وفرحتي بكم متن وصف يعني فعلا اثبتتوا لي انتوا احسن خوات بالدنيا كلها وما كنت والله ما كنت اتوقع انتوا راح تجون تشتركون بقناتي نهائيا ولا على بالي يعني مجرد اني نزلت الفيديو بالقناة الثانية وقلت لكم تعالوا اشتركوا انتوا كلكم اجيتوا في دول قلوبكم ربو يحفظكم ان شاء الله ويسعدكم مثل ما فرحتوني رب ان شاء الله يفرح قلوبكم شكرا جزيلا لكم هستشا اريد منعدكم اريد التفاعل على هاي القناة لان هاي القناة انا بديت بيها من الصفر هي صح عددها ما شاء الله خمسة وستين الف وعبرت بس ما محقق اي شرط بيها في يعني اريد منعدكم تشاهدوني الفيديو للنهاية وتخلوني لايك وتعليق من ايديكم الحلوة حتى شنو احقق الشروط واقدمها للشركة ماليوتيوب وادر بيكم ما راح تقصرون ويايا وان شاء الله انا هما اقصر وياكم وطبعا اكيد راح نرجع على الروتينات مالتني وعلى التقسيم الميزانيات وشوي راح اسوي في التغيرات حلوة بالقناة ان شاء الله حتى يعني منضل بروتينات الممل وهاي السوالف لا راح اسوي تغيرات ان شاء الله راح تعجبكم اكيد هنا لان هذا الفيديو اعتبره بداية القناة فدا نزلكم يعني فيديوهات هي شي يعني روتينات وهاي شغلات فاتحملوني شوية تحملوني شا سوي يعني انجورت على هذا الشي بينما شوية اصعد القناة مالتي فهنا مثل ما شوفون نظفنا الطرمة هاي اول ما اقعد يعني من الصبح نظفت الطرمة وادخل يعني جوة عالبيت اكمل باقي الشغل مالتي بما انه احنا هسة يعني صار وقت المدارس ما بقال هشي ان شاء الله فلازم نستعد ولازم نهيئ نفسني ولازم نشتري ملابس للوليد انا الحد هسة كوبنات هوا يسئلوني محمود اشتريتي ملابس اشو ما نزلت الفيديو لا والله بنات بعدني ما اشتريه انتو تدرون انا كل سنة اش وقت اشتري اتندر قبل المدارس بسبوع اروح اشتري لهم يعني الصورة حتى ما القى ملابس حلوة ومرتبة مخلصين يعني الملابس بس هالسنة ان شاء الله يعني كم يوم اروح اشتري حتى اخلص منعدهم فاكيد انا من اشتري الملابس رح انزلها بالفيديو يعني ماتي بالقناة واشاركها وياكم تدللون ما اضمها عليكم لا تخافون لانه يقولولي محمود اشو ما اكو فيديو للملابس وعدني والله بنات وعدني ما اشتريه انا دائما يعني من اشتري شيء او خصة يعني اذا شيء احب يعني اشاركوا اياكم حتى انتم تستفادون فاقدت لكم المدارس على الابواب ولازم نهتم باولادنا وبلادنا خصة البنات لازم نهتم بنظافتهم بترتيبهم ودائما انصحوا ولدكم يعني الوقت مو خوش وقت انشان ابنية او ولد انصحوهم ودائما علموهم يعني لتروح ويا صديقك لأي مكان من تطلعوا من المدرسة حافظ على نفسك يعني هواي امور لازم واحد يعلم ولدي لان قلت لكم الوقت مو خوش وقت انا حتى من كانوا يعني اصغار ولدي اقول لهم يعني العفو حتى للحمامات ممنوع الطبون يعني الطبون انتم بالبيت قبل لا تروحون للمدارس يلا تروحون يعني ما اقبل يطبون للحمامات من المدرسة نهائيا ودائما واحد لازم يعلمهم ويحكوا اياهم اني بالنسبة الي يومية عندي نشيد وطني الصبحية هاي من يريدون يروحون ماما فلانشي فلانشي فقبل لا احكي بس اقول له ماما هو يقعد يعدد الياهن فلانشي 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 قال لي والله حفظناهن حفظناهن والله العظيم ما اقدر اني لازم هاي حتى هسه هما شباب وهم من يريدون يروحون للمدارس اقعد لازم القي لهم محاضرة قبل لا يروحون وبالنسبة يعني من يريدون يجون اشوف شعرهم لان تعرفون القمل وما ادراكه فلازم واحد يشوف شعرهم يعني اقول افليهم وافتش بشعرهم اشوف شكوا ماكوا هاي طبيعتي هيتي اخاف عليهم من كل شي فهم طبعا نظيفين بس يجوز اللي وياهم بيهم قمل او شي يعني صرع ادوى من واحد الواحد فواحد لازم ينتبه على هذا الشي يعني اول ما يجون الاطفال خاصة البنات لان شعرهم طويل فلازم واحد من يجون من المدرسة يقعد يفتش شعرهم ويشوفوا حتى اذا يعني شفتوا شي بيه من البداية واحد مثل ما نقول يتلاحق على الموقف هنا مثل ما تشوفون كمنا التنظيفات الحمد الله فورا ما اكمل اروح يعني امسح الاخشاب امسح الطبلات اشوف شنو شي وصخ اطبلي الاستقبال هما دي انا اشوفه اشوف التخم اذا اعلي اتراب وانصفه فهاي الروتين ما لتنا اليومي طبعا عندي هواية تقسيمات والميزانية بس قلت لكم ان شاء الله بالفيديوهات الجاية رح ابلش وحده وحده انا كلهن ما اخذت لهن سكرينات وخلتهن عندي بس لان تركت يعني ديش القناة انا مو تركتها في المرة لا هم منزل بيها بس رح انتبه على هاية اكثر لان تعرفون العدد والدها اكثر واقوى فرح انتبه عليها وديش الثانية هما دينا ان شاء الله يعني هم اضل مستمر بيها فقلت لكم التقسيمات انا اعرفها والميزانيات والدكم كلها يمي فان شاء الله بالفيديوهات الجاية رح ابلش بالتقسيمات وانتو هم يكتبوني هنا بهذا الفيديو اذا يعني خاف ناسية منا منا فكتبوني بالتعليق حتى شنو اخذ الهنسكرين وان شاء الله على الفيديوهات الجاي ابلش بالتقسيمات بحيل الله فحشوني اشتريتوا ملابس للمدارس بعدكم يبكن انا اخير واحدة ما مشتريه لان انا ادرب نفسي اهناني الحلقة ماتي وما ادراك كم الحلقة يا بنات ارياني دائما يعني بالليل من اريد انام انزع الحلقة والمحبس اضوج من عندهم ما ادري اضايق فانزعهم واقعد الصبح البسهم فاريد انزعها تطلع من اصبعي الحلقة ماكو يعني ما خليت زاهي ما خليها صابون ما خليت زيت اريدها بس اطلع ماكو اخير شي يعني هيش حسيت نفسي روحي ترد تطلع ما ادري اختنقت انا اضوج من شي ضايق و لابستو هاي فنزمت بالكتر شان اكسرها يلا اه ارتاحت شوية نفسي بشنو انقهرت عليها بصراحة والله كلش يعني حتى رسلت ابونا قلت له الحلقة هي شو هاي شان يقولي في دوائلش عادي بس لازم اروح وابدلها بس والله كلش انقهرت عليها ما اعرف يعني سبحانك يا ربي من اسري تلتم كلها تلتم بس نقول الحمدلله وشكر على كل حال هاي البامية يا بنات ستقولولي ليش لابسة الوان لا بنات هاي ترى الفيديو قديم واني حطت يعني يمي فقدت خلي ادم جوية هذا الفيديو واشاركو اياكم انا حتى البامية ما اسويها هيشي لا وغلا مو ما اسويها يعني دائما هيشي اسويها بس هاي طريقة يعني هالمرة ما استخدمتها يعني مجرد بس ننضفتها وغسلتها وخليتها بالاكياس بس هاي الطريقة القديمة طريقة اهنة من يسلقوها شوية سلقة بسيطة وبعدين تبرد ويشيسوها ويفرزوها انا هالمرة لا ما اسويتها هيشي يعني سويت غير طريقة بس قلت لكم هذا الفيديو اقديم يعني اذا شوفوني لابسة الوان ترى هذا الفيديو اقديم مو جديد بناتن انا لابسة اسود على والدي فلهنا حبايبي خلاص الفيديو اتمنى اعجابكم معالي فالف سلامة